السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تصريح لوزير التربية والتعليم عن تطوير التعليم ركزوا كده في كلمتين دول وقلوا رأيكو في التعليقات لن يؤتي تطوير التعليم ثماره إلا إذا استعدنا الرغبة في التعلم ومساعدة أبنائنا عليه وتوقفنا عن اعتبار الامتحانات هي الهدف والمنتهى للتعليم تصريح جميل لوزير التربية والتعليم وكلام يوزن بدهب بس يطرى يا سيادة الوزير إحنا اللي عندنا رغبة في التعليم بسبب اللي بحصل ولا إحنا فقدنا الرغبة في التعليم بسبب برضو اللي بحصل ومين المسؤول ومين الضحية هنا كلام جميل جدا لن يؤتي تطوير التعليم يعني مفيش تطوير تعليم إلا لما راجع الرغبة في التعليم يا سيادة الوزير الطلبة بدأت تكره التعليم يا سيادة الوزير شوفوا الغلطة عند مين عند الطالب ولا عند المدرس عند الوزير ولا عند ده ما ولا ده ولا ده ولا ده عشان كده كلمة لن يؤتي تطوير التعليم ثمارة مفيش شجرة في الدنيا هتطرح من غير ما نرعاه مفيش شجرة في الدنيا هتطلع ثمرة من غير ما نزرعها كويس ويكون أصولها كويسة لكن لو جزورها عفنت لن تؤتي ثمارها عشان كده بنطالب بتطوير التعليم صح عمره ما كان تطوير التعليم تابلت عمره ما كان تطوير التعليم لنبعد الطالب عن الألم والورقة عمره ما كان تطوير التعليم لنسيب الطالب يغش عمر ما كان تطوير التعليم ان الغش بقى مباح عمر ما كان تطوير التعليم للمدرس يتهان عمر ما كان تطوير التعليم لقرات وتصرحات تخلف بعضها عمر ما كان تطوير التعليم لانا قشت متحل ولا مش عفهم تحني ازاي عمر ما كان تطوير التعليم باللي بحصل فينا ده تحياتي دي كسيادة الوزير كلام من دهب بس فين النتيجة من الجاني ومن المجني علي تحياتي دي كسيادة الوزير وتحياتي لطلاب مصر كلها اكتبوا اللي بقى في التعليقات ايه رأيك في التعليم وايه رأيك في اللي بحصل وايه رأيك في تطوير التعليم وامت الشجرة هتطلع ثمرها تحياتي ليكم اسامة رز مع عالف سلام